اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرجال الرجال القديمين والحاضرين لا نخضع الا لله الواحد القهار تتالبت علينا جميع الحكومات والنواب والاعيان والشخصيات الكبار حكلوا ثروات البلد ونهبوها وسكروا فيها وفسقوا بيها وعاثوا بالعرض فساد هذا لا يوجد للشعب الاردني عمر الشعب الاردني ما خضع ولا استكاد ولا ذل الا لله الواحد القهار نرجو من الجميع المسيرة 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 أن تكون مسيرة شرف ونضال بالتلفات قيدة والمحتديين بدون تخريب وبدون نهب وبدون ضرب مسيرتنا مسيرة سلمية حتى تتحدث مطالبنا كما تبظل أخونا الدكتور هاني مسيرتنا واضحة وطالبنا واضحة من الجميع من الجميع استمروا بالمسيرة إلى أن تنبى مطالب الشعب الاردني كافة ونرجو من أخواننا بكافة الاردن الحبيب المسيرة مع أهالي السلط الكرام والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله الله حيح سلمية سلمية حد أحمار وشيل أحمار حد أحمار وشيل أحمار أحنا عننا عصابات أحنا عننا عصابات شو صار شو صار شو صار هاي السلط بتقدح نار هاي السلطة بتقدحنا يا ملقي يا جبان ارحل ارحل من عمان تمثيلية 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 والعصابة هي هي لاش تعيشوا واحنا نموت احنا نعيش وانت تعيشوا ارسم ارسم يا رسام تمثيلية من زمن تمثيلية من زمن يسقط مجلس النواب تسقط الحكومة نكتب على باب الزنزانة نكتب على باب الزنزانة حواب النواب عروخيانة نواب عروخيانة يا ملقي شكلك نسيان فجرنا الثورب نيسان فجرنا الثورب نيسان من حالة جرقاوية عاجوا عاجوا السلطية عاجوا عاجوا السلطية عاجوا عاجوا السلطية حكومة ما بدنا نشوف عالمكشوف وعالمكشوف عالمكشوف وعالمكشوف نواب عامل ما بدنا نشوف نواب ما بدنا نشوف نواب ما بدنا نشوف يا أخوان التصعيد راح يكون كل يوم إن الأردن مصوا دموا إن الأردن مصوا دموا لا إله إلا الله لا إله إلا الله والأردن سارقوها والأردن سارقوها والأردن نهابوها طاق طاق طاقية واحنا أولاد النشمية واحنا أولاد النشمية وبالتصاد نكفيها ياللي قاعد جوالبيت ياللي قاعد جوالبيت وغل السكر غل السيت والأسعار نار نار والبرقشة على الهنار والرقم نصبح زور نعلك كل ما ستغدار نعلك كل ما ستغدار يا للعار و يا للعار يا للعار و يا للعار مليون ثلاثي جبال مليون ثلاثي جبال حي السطليه الله يحي السطليه ينبتمتم التقرير ينبتمتم التقرير وتنزفت بالتقرير والإصباح والتغيير طار طار طبيعي طار طار طبيعي طار طار طبيعي سرقون الحرابي والطاري من فعلية والطاري من فعلية 16% 16% 16% بنتفعها 100% بنتفعها 100% بنتفعها 100% بنتفعها 100% سرقين وحرمي صار ما هي نوع حرمي تنقى تنقى دار دار تنقى تنقى دار دار شعب الأردنيا بالطبول ترفع عبي سعر البانزين عب الجبة بالملايين ورفع عبي سعر السولى عب الجبة بالدولار الله أكبر على الظالم الله أكبر على الفاسد الله أكبر على الفاسد الله أكبر على الفاسد أكبر على الفاسد والأصحاب دار والأصحاب دار والأصحاب دار لا عد الله يا مسؤول يا عبد الله صيد الله لنعمو ما زي الناس فنحكومة زي الناس اللي باعوا الشاركات ومجلس مواب لا دكال ومجلس مواب لا دكال وعس كراب وعس كراب النواب والاعيال باعوا الهاب و باعوا الوي باعوا الهاب و باعوا الوي باعوا الوي باعوا الوي باعوا الوي اشتركوا في القناة 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 شب تستنى لمك لعبك ورحل عنا هذا مش مجلس نواب مجلس حامير وضواط وكل النائب كل العين وكل النائب كل العين وقصص برسين وهذا مش مجلس نواب وهذا مش مجلس نواب مجلس حامير وضواط كنوا قولوا عن الوسط قولوا الله عن الصوت وطعب الموت وطعب الموت ونجل أردن بالنموت ولاش اتبيع الشركات الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد عبد الله أولاً وقبل كل شيء هذا الوطن به رجال ستبقى على مدى الثهر تقف أمام الظلم والظالمين والمتجرئين على المواطن والمواطن ثانياً في الصلط في الصلط والبلقاء الرسائل هي الأقوى والرسائل تقول بأننا لن نسكت على تجويع المواطن أبداً ولن يكون هناك مكان للوقوف محايداً نحن خلقنا لنرفع الظلم ولا نقبل به أبداً وسياسة التجويع ومسجد المواطن هي سياسة مرفوضة مطلقاً كان الأولى أن يبدأ بالفاسدين والمغرضين والذين نهبوا الشعب ويحاسبوا وعندها يستطيع كل مواطن أن يقدم كل ما يملك فداعاً لهذا الوطن نحن في الصلط والبلقاء مسيرتنا سلمية نحافظ على مقدرات الوطن لكننا لا نسكت أبداً عن ظلم يلعق بالمواطن مهما كان نوعه في الصلط رجال وفي البلقاء رجال وفي الأردن رجال تكبير الله تكبير الله تكبير الله تكبير الله تكبير خلقوا لقول الحق والصدق لا نقبل أن نهادن بحق المواطن ولا نقبل أن نكون إمعة خلف أحد نحن من خلصنا عن التاريخ في هذا الوطن وسنصنعه مرة أخرى إذا بقينا صفاً واحداً سنبقى صفاً واحداً فداعاً لهذا الوطن الأردن مدولة مستهدفة لمواقفها الرجولية ولوقوفها أمام الهجم الصهيونية والتعدي على المقدسات واليوم يكفع المواطن ثمناً لهذه المواقف لكننا نقول تموت وتجوع الحرة ولا تأكل بثديها في الأردن رجال تعودوا أن يكونوا دائماً ضد الظلم والظالمين والأردن سيبقى على مواقفه وهذا الشعب الملتحم المتاخي المتعاضد الذي يؤمن بأن الصف الواحد هو من يدفع الظلم عن هذا الوطن سيبقى أمام سياسة التجويرة وسد المريعة والله أحبكم العافية أخواني وأحبائي هذه المواقف سجلت أن الصلط حافظت بالأمس على نظافة وسلمية هذه المواقف وستبقى أبناء الصلط يحافظون على مدينتهم وعلى الأردن ولن نقبل أن يمس الأردن بسوء لكننا نرفض كل سياسة نؤدي بحل المشاكل على حساب المواقف رمل الأنباب قمر الحقيقة